دكتورة ماريان انجديني انا مخصيتش ليه يا حبيبتي خير في ايه؟ احكيلك انا جبت كل حاجة انت قلت عليها في الفيديوهات كلها واحدة واحدة رحت اشتريت البيو كات واشتريت الجرينتي حتى الجنجر ناقص يا دكتورة جبتوا واستخدمتوا وقعدت اسبوعين استخدموا وما فيش اي فايدة طب الراحة بس فاهميني يعني اكيد في حاجة غلط وليلي بقى كنت بتفطري ايه؟ يعني الاكل مثلا انبارح اكلتي ايه؟ لا فطر ايه؟ فطر زي ما انتي بتقولي بالذبط اا طبق سلطة وبطين وبطين عشان البروتين وكده بيت بيت ممتاز ممتاز طيب... يبقى اكيد كنت بتخليبيها في العشا ولا ايه؟ العشا؟ لا يا دكتورة عشا ايه؟ انت قلتي مش قلتي كباية زبادة انا كنت بتعشت كباية زبادة وممكن يعني كبايتين ايه خلي الدسم يا دكتورة خلي الدسم ممتاز ممتاز يعني بتفتري بيد وبتاكلي اخر حاجة زبادي حاجة ممتازة يبقى الغداء اكيد لمشكلة في الغداء كنت بتتغدي ايه؟ اهو الغداء؟ الغداء ده انا ملتزة مع الاخر فيه طبق الصلطة المحترم وربع فرخة وحتة عيش ربع عيش بس ممتاز ممتاز يعني صلطة وفراخ وحتة عيش صغيرة ده مثالي جدا جدا بس اقولك يا دكتورة اصلي انا كنت عاملة يعني صنية مكارونا بشامل للولاد علشان يعني هما بيحبوا المكارونا فانا خدت حتة صغيرة قد كده يعني قد الصباع اكلتها مع الاكل بتاعي بس عشان ما اكسفهمش يعني يا دكتورة هيكل واحدهم من غيري كلت معاهم حتة مكارونا يعني كده اكلتي مكارونا واكلتي حتة عيش اللي اتنين اتنين نشويات ايوه يا دكتورة مكلتش غير المكارونا وحتة العيش بس يعني كان في شوية رز بيتين من اليوم اللي قابله في التلاجة حتة صغيرة صعب علي يرميهم يعني كلت ملعقتين بس ممتاز 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 يعني مكارونا وعيش ورز بس كده اكيد طبعا حبيتي تعوضي بالليل يعني اكيد حتى الفواكه ما كلتاش لا لا يا دكتورة فواكه ايه بس هو مبارح يعني ابو الولاد سمير كان جاي بس بوسة في التلاجة وانا خدت ملع حتة صغيرة يعني عشان قطعت الولاد بصراحة يا دكتورة مكذبش عليكي نفسي هفتني عليها يعني اخدتي رز ومكارونا وعيش وفي النهاية كلتي بس بوسة تمام تمام طب عملتي رياضة عشان نحرق اي حاجة من الحاجات دي كان نفسي يا دكتورة كان نفسي اعمل شوية رياضة خفيفة لكن انا ملحقتش بصراحة لان احنا كنا معزومين عند سميرة سميرة؟ سميرة مين؟ سميرة يا دكتورة سميرة اخت سمير جوزي اصلي هي كانت عزماني انا والولاد كده وسمير على يعني عزومة عائلية عشان هي كانت داية من السفر ومي سميرة كانت عزماكم على ايه؟ كانت عزمانة على محشي 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 يا دكتورة محشي عزماكو على محشي قلبي قلبي اهلا وسهلا بكم يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال الفترة اللي فاتت ناس جات سألتني انها مش بتخص بالرغم من انها بتستخدم الادوية وده بالتالي عملها احباط شديد وزهق من الدايت وزهق من الادوية وزهق من كل حاجة لكن تعالوا اقولكم على شوية حاجات لو احنا ما عملناهمش او احنا ما انتزمناش بيهم يبقى كل الاقراص دي ملهاش اي لازمة ومش هتعمل اي مفعول ركزوا معايا بجد لان دي خطوات مهمة ومش كتير من انا يعرفها الاول حاجة لو انت بتاكل نفس كمية الاكل اللي انت كنت بتاكلها في الاول بس بتاخد معاها الاقراص بقى وجبت الاقراص من الصيدلية و฽اكر ان انت كده قدرت اعمل حاجة مختلفة او انو كده انت مستاني بقى وقعد مكانك والاقراص بقى هتحرق الدهون الكلام ده ملهوش اي علاقة ولا اساس من الصحة مش معنى ان انا جبت اقراس ان انا حاكل نفس الاكل معنى ان انا جبت اقراس ان انا حعمل نظام وحمشي على رياضة واحاول ازبط كل حاجة بحيث ان انا اقدر اساعد البرشام لكن ما اعتمدش ان البرشام هو اللي حيساعد جسمي تاني حاجة انه فيه ناس قبل الحلويات او قبل ما تاكل الحلويات تاخد قرص مثلا زي قرص قولي ويفتكروا ان هم كده خلاص ما فيش اي حاجة حلوة هتبقى في جسمهم والدهون كلها هتنزل برا ورا الكلام ده مصح القولي بيساعد انه جزء ان دهون ينزل او اي برشام لكن ده مش معنى انك تاكل نفس الاكل او ان ده ياكل حلويات بشكل كبير وتعتمد انه الاقراس هتحرق لا الاقراس هتحرق جزء بسيط جدا لكن انت وفضلت تاكل نفس الحلويات اللي انت بتاكلها طول الوقت اكيد مش هتخس واكيد مش هيتغير وزن جسمك وهيفضل زي ما هو تالت حاجة ودي حاجة يمكن غريبة وجات اسئلة كسير اول فترة اللي فاتت انه ناس كانت بتسألني عن دواء يخسس البطن او يخسس الدراع او يخسس الارداف بصوا يا جماعة يعني لازم يكون عندنا وعي اكبر من كده بكتير مفيش دواء بيخسس منطقة معينة مفيش حاجة كده في الدنيا عمتا الدواء بيشتغل على الدهون الموجودة في الجسم لكن انت لازم لو مثلا عايز تخسس منطقة زي الدراع او البطن تشتغل عليها برياضة او بمشي او تبزل مجهود علشان تحاول تحرك العضلة اللي في المكان ده لكن عمر ما كان في حاجة في الدنيا اسمها ان انا اخد البرشامة الفلانية علشان تروح للدراعي ويبدأ يحرق او تروح للبطن وتبدأ تحرق الكلام ده مش صح وملهوش اي لازمة رابع حاجة وهو لعب الرياضة لعب الرياضة يا جماعة مهم جدا على فكرة انت ممكن تكون بتاخد الاقراص بتاعتك عادي وملتزم ومشي بيها لكن برضو تلاقي وزنك ثابت او مفيش نزول الحقيقة انه اكتر حاجة بتساعد وزنك ان هو ينزل انك تلعب رياضة زي ما قلت مش شرط ان انت تلعب يعني رياضة مجهود كبير او تلعب هت او تلعب كارديو جديد لو انت بدأت ان انت تمشي كل يوم حتى ربع ساعة وفي فيديوهات ماشي في البيت ده حيساعدك اكتر بكتير لو حتى عملت تمرين البلانك السابت لو انت فيه سابت على الارض ما بتتحركش ده برضو هيساعدك لكن انت ما تعتمدش على انك تاخد الدواء والاقراص وما تعملش اي حاجة وفاكر انه من غير رياضة او بزل مجهود شكل جسمك هيتغير او هيتحسن خمس حاجة ودي حاجة شائعة برضو انه فيه ناس كتير بتاخد القرص قبل الوجبة على طول وتبدأ هو مش قرص صداع هو مش مسكن للألم دي حاجة بتشتغل على الدهوم بتاعة الاكلة نفسها اللي انت بتاكلها فلازم زي المعاد اللي مكتوب في الجرعة بتاعتها او مثلا لو انا قلتلكم فيديو او رديت تلتزم بالمعاد مثلا قبل الاكل بربع ساعة او قبل الاكل بنص ساعة معادة القرلي بس القرلي هو الوحيد يا جماعة اللي ممكن ناخد القرص منه مع الاكل لكن اي حاجة تانية دي بتتاخد قبل الاكل بفترة او بعد الاكل بفترة علشان تقدر تزبط الدهون لكن ما تاخدش الاقراص على طول وتاكل وتبقى فاكر انه كده هيحصل اي تغيير كده مش هتحصل اي حاجة والدهون هتفضل زي ما هي سادس حاجة ودي حاجة طلعت جديدة برضو الفترة اليومين دول انه فيه ناس فاكرة انها لما تضعف جرعة الدواء انه الحرق حزيد اكتر او الخصصان حزيد اكتر يعني انا لو اخب مثلا قرص بايقات لو خدت قرصين يبقى انا كده ححرق اكتر الكلام ده مش مظبوط تماما نفس الجرعة هي هي حتشتغل على نفس الواجبى بنفس الطريقة مش معنى ان انت بتضعف ان انت حتخص اكتر لا خالص سابع حاجة ودي حاجة متشرة جدا وانه فيه ناس بتاكل في حدوث سعراتها مثلا انا لو عندي 1200 سعر انا باكلهم بس باكلهم مثلا حتتين جاتو وحتة مش عارفة كنتاكي ومش عارفة ايه انا بزبطاهم في خلال السعرات لكن كله اكل غلط الكلام ده برضو مؤذي جدا لانه جسمك بيفضل دايما بيدخله كمية دهون زي ده بدل مايركز مع الدهون اللي عنده يبدأ يحرقها بيبقى كل تركيزه على الدهون اللي دخلاله وازاي يحاول يحرقها وبالتالي بتعاني سبات في الوزنة حتى لو انت ملتزم بكل حاجة وبتاخد الاقراص في وقتها لكن انت بتاكل اكل مصحي وحتى في حدود سعراتك يبقى الجسم مش هيركز مع الدهون اللي جواه وكل التركيز هيبقى على الدهون اللي دخلاله يبقى ببساطة كده علشان للم الموضوع لو انت بتاخد اقراص تخصيص لازم لازم اول حاجة تزبط الاكل لازم تلعب رياضة لازم تلتزم بمعادل اقراص لازم ما تحاولش تكتر حلويات وتاكل حاجات مقننة علشان تشوف نتيجة حلوة جدا وتبقى راضي عنها وعشان ما تظلمش الدواء وتقول الدواء ما جابش والدواء ما عملش لانت عندك جزء كبير جدا لازم تعمله اتمنى يكون الفيديو عجبكم لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك والسبسكرايب وتشاركوا الفيديو مع صحابكم عشان نوصل المعلومات لكل الناس واشوفكم ان شاء الله على خير في حلقة جديدة ومعلومة مفيدة باي باي